اهلا بكم من جديد مواصلين تفسرنا وتحللنا لأحداث الأيام الثلاثة ممكن نطق عليها ببساطة شديدة أنها أيام فعلا عظيمة لأنها هتؤسس لما هو قادم إن شاء الله اسمحوا لي أرحب بضيفي العزيز الصديق الناب أحمد السجيني الأمين العام لإتلاف دعم مصر أهلا بك فتا أهلا دكتور محمد ننورني وأنا شاهدت على نبوءاتك لهذه الأيام ده صحيح يعني أنت كنت راسم تصور ده صحيح للي هيحصل الأول خلينا نبدأ من ما رصدته والصورة العامة الوقتي اللي انت شايف ثلاثة يام دول اللي حصلوا في مصر وثلاثة يام اللي كانوا في الخارج تصويت شوف التصويت الحقيقة الأول اسمحني أن أنا أرحب بحضرك وبفريق الإعداد وفعلا زي ما سيادتك تفضلت إحنا آخر مرة كنا موجودين ومع بعض في جلسة من أمتع الجلسات كنا عند صادقنا العزيز ناشئة تديها ناشئة طيب ويمكن كانت في بدايات التساؤلات ويمكن حضرك كنا عندك كم من التساؤلات الكبيرة جدا حول المقترحات دي هتعملوا فيها إيه هتتغير ولا مش هتتغير والأيام أثبتت فعلا أن احنا أخذنا بتعديلات كان في مرونة كبيرة فيعني الحمد لله فبرضو احنا على نفس المصار الاستحقاق في الممارسة نفسها الخاصة بإدلاء المواطنين بصوتهم مشي زي ما حضراتك وتابعته طبعا بشكل إلى حد ما جيد جدا ويمكن البعض كان بيقول في الأيام الفاتدة احنا مكناش متوقعين أن التصويت يكون بهذا الشكل وأكيد بقى يعني إيه عشان ما نقررش أنتوا رصدتوا بحيي طبعا برنامج سيادتك أن انتوا كمان لأننا كنت متابع أن انتوا رصدتوا إيه الملاحظات كنتوا بتطرحوها ودي الحقيقة شيء يعني رسالة مهمة جدا إحنا نقولها لأن أنا النهاردة لو ما ذكرتش هزي الملاحظات ما أنا عندي وسائل تاني سوشيال ميديا شغالة زي الفول وهتقولها على طرقتها وبتقولها على طرقتها يا بيه ده زي ما كنا بنقول قبل الهوى ده أنا جالي من أستاذ جميعي يعني شوف بقى الحية اللي بتيجي إزاي سكرينشوت لصفحة أولى لإحدى الجرائط وكاتبين فيها خبر برضو على طريقته وبعدين لما تيجي تشوف جنبه كده تلاقي إن فيه كان الخبر صورة هشام رامز كان محافظ بنك المركزي ده محافظ بنك المركزي فالخبر من أيام دستور 2012 وهم بيوظفوا هذه الوسائل لتحقيق أغراضهم فقل إن إحنا هنا بوعي نذكرها ونذكر ملاحظات عشان صناع القرار إحنا اللجان الآن على المباشر بس في بعض اللجان مدوها أشوي وده أكبر دليل على إن الحقيقة فيه إسرار من المواطنين على إن هم يقوموا بدورهم إنت كنت من أن يفع فنديم المتوقعين بالحجد ده ولا اللي متخوفين قبل أول ما تقدمنا بالمقترحات في البداية كان أحد المقاومات الأساسية عندي في القلق يعني هو إن مش هيبقى فيه نزول نزول خالص لأن هقول لك كان أسبابي إيه وقتها إحنا إحنا طبيعة اللي يرصد القماشة بتاعتنا وإحنا بيحصل لنا نوع من أنواع الخمول شعب المصري يحصل له نوع من أنواع الخمول أول ما يجد أن النظام الحاكم يعمل يعني فكرة الأب الراعي يعمل خلاص أنا بقى إيه ما هو معتمد عليه معتمد عليه جربناها في يعني أي اذهب أنت وربك فقط لا فقط وخد بالحال وبعد كده يرجعوا بقى يتكلموا وينظروا في مسائل المهتمة بس ده مش موضوعنا لكن أنا بتكلم في الممارسة الإيه الانتخابي فكت الآن قوي من النقطة دي إن الشعب شايف إن فيه إنجازات وفيه مشروعات وحاسسنه في إيد أمينة الحقيقة فهيحصل له نوع من أنواع الرلاكسيشن الحقيقة لما ابتديت ألبي دعوات زملائي السادة النواف في مؤتمراتهم على مستوى المحافظات أنا لفت محافظات عديدة جدا شفت مع أنت ممكن المؤتمر يكون شفت حالة اهتمام شفت حالة اهتمام وبعدين الانتخابات وأخدت ملمح تاني وده برضو بمناسبة الملاحظات اللي حداك قلتوها وهي في بعض التراصدت موضوع البون أو كارتونة أو الكلام ده إحنا الانتخابات عند عموم المواطنين البسطاء وخلينا نتفق إن التسعين في المية أو التمانين في المية من الشعب المصري هم الفئة البسيطة الطيبة اللي هي عايزة المنتمية واللي عايزة تفرح واللي عايزة مكسب برد اه تفرح المكسب ده هقول لحضرتك قصية ده ده تراث بقى ده تراث ما تقدرش تغير ثقافة وتراث استمرت مئة سنة في جو الانتخابات في سنتين ثلاثة أربعة أو خمسة حتى في تقدير الشخصي في حالة اقتصادية برضو محتاجة آآ آآ يعني إيه زق زق وبالتالي ده موضوعي لكن اللي أهم من الموضوع بتاع عايزة يكسب حتة دي فكرة النسبة لأن الناس كتير قوي أقول لهم إخواننا إحنا مش إحنا مش النسبة الغالبة النسبة الغالبة هي الطبقة البسيطة الطيبة المنتمية اللي عايزة تفرح اللي انتخابات بالنسبة لها موسم فرح ناس كتيرة أخذت وأنا منهم بدايق طبعا إن يجيبوا صور سيدات بترقص قدام اللي جاند الحقيقة أنا مش شفناش سيدات بترقص بدا احنا شفنا سيدات ورجالة في المؤتمرات فأنا عادت بقى عادت كده متأمل يعني فوصلت ل اللي بيحصل في بني سويف زي اللي بيحصل في اسكندرية زي اللي بيحصل في جيزة هو في حالة أولا المؤتمر مؤتمر شعبي كبير الأغاني الوطنية بتبقى شغالة في لما في وبالتالي هو عايز يفرح فبيحصل والله حضرتك بتلفت لانتباه لحاجة مهمة جدا إنه الزواهر دي في عموم الجمهورية فإذا هو الجين واحد يعني المصريين ده تعبير فطري عن الشعب المصري يعني دي مش فكرة حد في حتة مثلا وعشان ما خصش كمان شعب المصري أقول لحداك وفي بعض الدول الأوروبية وأنا بدعو مانيا يعني مهتم قوي إنه هو يصور الكلام ده ويقول عليه تعليقات سلبية أقول له طب خليك بقى موضوعي وحيادي ويبحث كده أتلاقي في بعض الدول الأوروبية مسألة السليبريشن الاحتفال واخد بالحضرتك بيعملوا احتفالات في المؤتمرات الانتخابية وبيعبروا بثقافتهم وبيعبروا بثقافتهم ده حقيقي بالمناسبة بيعبروا بثقافتهم يعني بتلاقي من دمن الاحتفالات دي مظاهر طبعا ما تمشيش معنا احنا في مجتمعنا الشارق لكن في النهاية طبعا الناس هنا تتمنى نتبه موجودة بس يعني عديها دي فما بيبقاش حد يوقف لهم ما حدش مترصد لهم لا من الداخل ولا من الخارج احنا ربنا الحقيقة يعني ما شئته في المرحلة الحالية في نقول بقى إيه ابتلاء أو إيه لكن في ناس من الداخل مصريين كلها قليلة وقلة أيضا من المصريين سابوا الوطن وسافروا بره ومركزين معنا مركزين معنا في ايه بقى في النقد الغير موضوعي شوف سعاد تببي انا كنت من كم يوم كده في اللقاء وهكرر اللي انا قلته ده انا مسألة النقد ورصد الملاحظات والسلبيات دي بالنسبة لي الوقود او الفكر الذي استقنص به او الذي يدفعه الى التقارب زي يقولك الحقيقة بنت الحقيقة بنت الاختلاف واختبال حضرك او الابداع ابن الاختلاف يعني فأنا بعمله مع ولادي وبعض الزملاء لنا والأصدقاء ولادي فتحت معاهم لان دي فئة شباب وفئة الشباب دائما هي الفئة التي او اكثر حيوية وحماشة وتمرد اكثر حيوية وتمرد 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 واختبال حداء فتعال اقول وكنا وحاجات معينة قالها اقتنعت بيها والتاني اقنعه بحاجة يعني حالة الحوار دي مهم او انها تكون جوة العيلة جوة الاسرة المهم انها ما يبقاش فيها فرد ايا كان القرار سواء بلأ او بقاه سواء بسين او بصاد ان الأب والأم ما يمرسوش دورهم الابوي او الدور مع ولادهم فان هما يفردوا عليهم الايه في وجه النظر انت دورك ان انت اولا تنمي عنده فكرة انه لازم يشارك يعمل اللي عليه ملكش دعوة ده بيوزع زيت ده بيوزع كرتونة ده هيعمل ايه في انت انزل اصلا بييجي على حتة ملاحظة ويقوم عمل من الحبة قب وهو عاوز يبقى دي الصورة الوحيدة اللي متاخدة عن الاستفتاء هو ده هو بيبقوا عاوزين يعملوا لكن انا نيجي نقول ايه طب ما تيجي ترسل الكلام ده هو دي حالة استثنائية ولا حالة عامة ولو حالة استثنائية هل معقولة نقسها بقى على عموم وبعين انت فين مسئوليتك لا ولو حالة استثنائية مين المسئول عنها ومين المسئول عنها ايه الاخير وبعدين لازم ترجع تشوف الواقع بتاعك ايه وتحلل قماشة شعبك ومواطنينك وزمالك لان احنا منهم احنا يا اما بقى تاخد بعضك وتيبش وتروح وتعيش في حتة تانية لكن طالما انت عايش على ارض مصر لازم تعرف التركيبة بتاع ومهتم لازم تعرف التركيبة بتاعتنا ايه هي دي الفكرة فانا انا شايف ان التجربة في عمومها تجربة طيبة جدا الشعب كان لديه حس وطني ومنتمي بدرجة طيبة جدا الجميع لم يقصر طيب خليني اخد حضرتك لمساحة نوعية شوي بعد هذه التعديلات متعملت كان البقرة يعني هي في مجلس نواب بدأت من اكتلاف دعم مصر 155 نائب تقدمه نعم وبعدين دار النقاش لو قلنا من وجهة نظرك المكاسب اللي حققها البرلمان من هذا الحدث اللي هو كان في القلب منه شوف طبعا انا اتكلم عن المكاسب السياسية والمعنوي اه هو البرلمان الحالي الحقيقة هو موكل اليه في ظرف تاريخي استثنائي هموم كثيرة جدا خلينا نتفك ومستهدف واتحقق استهداف من يستهدفه بطريقة انه بوخر موضوع التعديلات انا في تقديري الشخصي غير الصورة الزهنية السلبية لدى البعض عن البرلمان نتيجة للجلسات التي عقدها البرلمان اولا الاجراءات مشت بشكل جيد جدا ومنضابط جدا وحنا بالمناسبة كل اجراءاتنا بنبقى حرسين على انها تمشي بشكل لكن هنا يعني ما ينفعش اصدقول ايه ما ينفعش خلف الليحة اه يعني الحقيقة البكور علي ورؤساء اللي جان بيكونوا حرسين جدا على الالتزام بقانون واحد لالفين وستاشر اللي هو الصدر دي الليحة اللي صدر بها قانون صدر بها قانون صدر حرسين جدا والعلاقة ما بين السلطات على عكس ما قد ي بيسوى البعض لا حرسين جدا على ان سلطة البرلمان تكون في حيزها لان ده مش مجلسي انا ولا مجلس دكتور محمد ده مجلس النواب المصري يعني انا كان من اسبوعين او عشر تيام اه تقريبا عشر تيام احد الوزراء العظام اه اه حصل لبس فيه فهم الدعوة للحضور ولم يحضر اه في الحوار المحلية في لجنة لا في لجنة دارة محلية اه اه وظن البعض انني سوف يعني ايه نظرا يعني كينونة هذا الوزير انني لن لنقو عليك لكن ده انا علقت و اه وانا في الجلسة حددت موعد اخر اه قبل ما الدكتور علي صدق عليه حددت موعد اخر والاعلام اخذ موعد اخر على بال ما قمت من الجلسة دي يا دكتور محمد ويه هذا الوزير المحترم لقيتم التسل بيه اكتر من مرة اه عشان يشرح ان هذا لابس فيه اذا وحضر في الموعد اللي احنا حددناها اه وكانت جلسة غاية في الروعة اه وهنا هنا يوري لك ايه انا النهاردة انا حريص على ان السلطات اه انا لا اتغول على السلطة التنفيذية باختصاصات تنفيذية وبالتالي يكون ليه هوى او شيء من ذات القبيل وبالتالي واقف عند حدودي الارقابية وحريص على ان ايضا البرلمان يحصل على كامل اختصاصاته اللي الدستور ادهاله اه وده الطبيعة بس الاسف في الفترة اللي فاتت ما كانش ده بيتسوق بشكل جيد التعديلات الدستورية في تقدير الشخصي اه ادت مساحة كبيرة جدا اولا لحضراتكم كرؤساء مجالس ادارات مؤسسات صحفية اه لما جيتوا حضراتكم اه كتأول جلسة ولقيتوا الله ده فيه اتساع كبير للرأي فيه جلسة راقية وحضرية جدا الجميع يقول كلماته دون حجر فيه نقاش ثري ف ده مكسب من المكاسب اللي الحياة اه تغيير تغيير الصورة الزهنية عند البعض عند البعض اتجاه البرلمانية اه اتجاه البرلمانية ده حقيقة ده مكسب انا بعتبره مكسب اه المكسب التاني هو ان احنا من اليوم يمكن السنة الاولى من الممارسة النيابية كان كنا عارفين بحكم شغلنا ان احنا لازم الدستور ده يتعدل فيه حاجات فيه يعني كنا عارفين ان ده يتم اه ف لكن ولا يزال فيه حاجات محتاجة اه لا يزال طبعا في حاجات لا يزال في حاجات خليني يكون صدق مع حضرتك بس ده المواد اللي زي ما قلنا في اللقاء اللي كنا مع بعض فيه اتشرفت به مع حضرتك اه ان ده المواد اللي تم التوافق عليها بنسبة 100% بالنسبة لصنع القرار للمجموعة اللي هي قدمت المقترح في الاول اه بالزبط كده واخد بال حضرتك فهنا فكرة ان انت حضرتك زي ما بيقول ايه كان عليك عبء و و و و ومسئولية اه فده من نسبة ان احنا ما اكسب يعني انا اذكر في يعني عملته الهومورك خلصت الوجب ده خلصت الوجب وهو واجب وطني كان يجب ان يخطف خطواته اللي انتهت الي ان شاء الله وربنا يتمام على خير بإذن الله ان شاء الله بناء على المكسب ده البرلمان مفروض يبني حاجة يعني انت كسبت تغير في صورتك الزهنيات كسبت في انه في مسئولية كبيرة البلك كلها كانت عينها على البرلمان بتشوف هيعمل ايه هيدير النقاش ازاي هيتكلم ازاي فانت في صورة تغيرت هل يبنى على هذا المكسب في هو بص هو يعني الحقيقة احنا جينا اخدنا قرار مع بعض يمكن اول مرة اقول الكلام ده دون اتفاق يعني كل واحد اخده مع نفسه كده من يحمل يعني قيادات البرلمان يعني ان احنا مكملين احنا هنشتغل اللي علينا هنعمله زي ما بيقوله قطر ملهوش مرايا لانه هو النظام الدولة شغال بالكلام ده يعني رئيس الجمهورية شغال بهذا المنهج انا هشتغل وهعمل الصح مش بقى مش لا هبص حاليا ولا هبص وورا فاحنا احنا اخدنا هذا الاتجاه وبالتالي احنا مكملين فيه يعني مش لا هنقلل السرعة ولا هنزودها هو ده كان اللاين مكملين اه مكملين فيه لكن خلينا نقول بقى ايه الاعباء اللي على البرلمان البرلمان بعد التعديلات دي طبعا عندنا اعباء كبيرة جدا متمثلة في تشريعات خلاص اصبح وجوبيا لابد ان انت تخرج فيها مجلس النواب مجلس الشيوخ اه قوانين كانت تحتاج الى احنا نخلص المرحلة دي الاول وبعد كده نخلص فيها زي التعديلات قانون 119 بتاع البناء قانون تنظيم انتظار المركبات في الشوارع قانون النظافة والمخلفات الاحوال الشخصية على رأسه كل انا قلته ده بقى كمان الاحوال الشخصية شوف الايجارات من وجه نظري لابد ان احنا نتكلم فيها واخد بالحضار اجندة تشريعية ثقيلة يعني هذه التعديلات الادارة المحلية اتمنى ان هو ما اتقلبش المواجهة دي تشريعات هقول لي سيادة اولا دي تشريعات في بعضها منتهي يعني انت بتتوقع حضرتك انه وطيرة التشريع او الانتهاء من قوانين تبقى اسرع لا مش اسرع هتبقى يعني ايه ماشية في الاطار احنا مطلعين قوانين كتير لكن ماشية في اطار تخصوصي في العناوين اللي انا قلتها لحضرتك او صحيح كأولويات يعني كأولويات ان انت يعني فيه ممكن ايه تشريع تيجي تقول اه ده طب ما يتأجل الدور اللي جاي دور انعقاد الرابع دور انعقاد الخامس يتأجل في الفصل التشريعي اللي جاي ملاش البرلمان ده اه فيه تشريعات لا مش هينفع صحيح اه يعني الشيوخ ناس مهتجينها الناس لا لا ومرتبطة باستكمال ما انتخابها انت بتتوقع فندم انه انتخابات المجل الشيوخ تبقى امتى يعني بناء على فيه افكار بناء على القانون اللي هيتعمل ويخلص امتى فيه افكار فيه افكار مطروحة و يعني فيه كلام بيتقال ان طبعا نعملهم الاتنين مع بعض عشان نوفر فلوس اه فيه افكار لكن انا خلينا اكون صادق مع حضرتك مصر الحقيقة اه انت بتحط خطة وخريطة وجداول زمنية بس برضو عندك ظروف داخلية وإقليمية بتخليك اه فيه موأمة بتحرك شوية الاسقف ده يعني ما احنا كنا قانون الادارة المحلية كنا بنتكلم فيه من الدور الاول اه لسه ما الناس ما ركبوش مع بعض يعني الدماغة والعقول لم تنتهي وبعدين دخلت استحقاقات تانية فاتأجل حبتين لكن هيتعامل هيتعامل واحد لا حيطلع وانت خبات مجالس محلية هيتعامل هيتعامل لكن انت برضو مش قاعد لوحدك وعندك اولويات في الحكومة وعشان تطلع تشريع لازم تبقى مجهز البيئة التنفيذية اللي هي هتقابله عشان زي ما قلت لك المرة اللي فاتت ما نبقاش ايه عاملين زي التأمين الصحي طلعنا التشريع والبيئة اللي هتنفذ هذا التشريع لسه مش جاهزة فتبدأ انت بقى تحط سقف زمني في التشريع ولا تستطيع انت كدولة تحط حكومة ومواطنين للتنفيذ للتنفيذ فتبدأ ايه تعمل ديلي 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 فهنا مش 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 وطرع ان انا طلع تشريع السلطة التنفيذية تكون غير اه انت التشريع عشان يطلع لازم البيئة تكون ملأمة لاستقبال وكلنا نبقى متفقين بالزرع على ان احنا برلمان اصفي ناس تقولك ايه مؤسر برلمان هو صاحب الحق في التشريع ايوه يا سيدي احنا سلطة التشريع لكن ده مش معناه ان انا اطلق يدي في اصدار تشريعات الكيان اللي هو منوت بي تطبيقها مش جاهز مش جاهز يعني احنا مثلا الناس يتكلموا الوقت يقولك الشمول المالي الشمول المالي محتاج بيئة بيئة يتنفذ عليها فيقولك لا عصبوس انت على مايو كان فيه كلام كده يقولك على مايو اللي جاي كله يتعامل بالفيزي مثلا فالبيئة لسه مش مش كازا مش مواتية اه وده مش على مستوى التشريع كمان ده على مستوى ايضا القرارات الوزرية او الخطط التي يصدرها وزير من الوزراء لتنشيط او تحديث قطاع من القطاعات يعني احنا اه الحقيقة اه بنقايت طبعا دكتور طريق شوق في التعليم صحيح وفي برنامجه صحيح لا ومدعمه جامعة لكن هو ماشى في حتة الحتة التانية في الاتصالات كانت فيها شوية تلخبطة ده عملا بزاق فعملت لهم اه يعني هزة ده مش معناه ان اللي هو اللي بيقوله بيقوله ضغل ونرجع ونروح لا نكمل طالما اتفقنا ان ده الخريطة الطريق اللي احنا هنعملها في القطاع ده يبقى نكمل ونتوكل على ونصلح يعني احنا عندنا ينتهي القانون بتاع مجلس الشيوخ انت بترجح انه هيبقى قبل انتخابات المجلس النواب اللي جاي يعني فيه كلام يعني رئيس مجلس النواب توقع عشرين عشرين وانا برضو اتوقع عشرين عشرين معي برضو اللي جاي يعني يعني اه اه ان شاء الله طب يبقى ده المكسب وين كنت انا الحقيقة بقى ايه اه انا افضل ان دايما الاولى انتخابات دي بتكلف كتير قوي واحنا عندنا انتخابات كتير يعني الايام اللي جاي يعني عندنا شيوخ وعندنا مجلس نواب وعندنا انتخابات مجلس محلية ده ده الانتخابات التقيلة يعني ثم بعد كده رئاس الجمهورية اه فهنا وبعدين بتعمل على قد ما هي بتساعد بتجمع الناس زي ما احنا على قد ما الاطراف التانية تبدأ بقى ايه تطلع مهاراتها في ان هي تبس الشائعات والفتن والكلام ده فانا ده رأي شخصي بالمناسبة يعني ما انا من الناس اللي يليهن اخلص يعني اذا كان فيه الية اه وده شأن الهيئة الوطنية الانتخابات انتخابات طبعا ان انا اعمل انتخابات مجمعة اذا كان ده ده يعني اذا كان ده ممكن ده ممكن من ناحية التشريعية ومن ناحية اللوجستية والامكانات على الارض ونخلص واوفر فلوس انا اولى بالمليار والاثنين مليار انتخابات نواب لوحدها انتخابات شيوخ لوحدها اه فيه بقى رأي اخر يقولك لا انا انا دايما اوجد الحالة انا بتديلك دو ده يعني بس هي عشان كده بقولك في النهاية التقدير هنا بيبقى خضع النقاش خضع النقاش وانتو والحقيقة بيبقى لكوا دور كبير لان انتو بتفسحوا المجال ايضا ومن خلال استضافة العقول المفكرة اه بتبقى بتبقى سكرة مطروحة اه حقيقة يقولك ان انا لما عملها على فترات بخلق يعني انتعاش في الحالة السياسية وانا محتاجها انه يبقى دايما فيه لكن لكن انت ايضا في المقابل هذه الانتعاشة يجب ان تكون انتعاشة مستدامة من خلال الكينات المنوط بها انها تعمل سياسة بالأحزاب حلو قوي احنا جينا بقى احنا الوقت بعد هذه التعديلات كان الناس منزعجة وانتسمع تأكيد الكلام ده ويقولك احنا عايزين بقى نعمل تدول سلطة وعايزين نعمل مش عارف ايه وبتاع وحاجات كده وده حاجة عظيمة جدا يعني ما حدش رفضها لكن ما يترتب على هذه التعديلات بقى سياسية يعني اللمبات اللي هي بتنورها اللي احنا عندنا حياة حزبية نقدر نبقى بصن لها ونقول لا لا دي كويسة ولا احنا محتاجين ايه زمننا الوستاذ الدكتور نائب ابراهيم حجازي اه وستاذ جميعي ورجل من النواب المفقفين قبل ما يقول موافق على الدستور او مش موافق هو وافق في الموافقة المبدئية في كلمة كل يعني التصويت النهائي يعني فراح باعت رسالة الرئيس الجمهوري قال له يعني طلب من رئيس المجلس انه اقول له قبل ما اقول له اوكي انا بس ببعت رسالة الرئيس الجمهوري وكانت هذه الرسالة والدعوة انه هو يعني ينشط من الاحزاب تبقى من ضمن مسئولياته خلال فترة قادمة انه هو يدعم الاحزاب وينشط من اداءها اوه انا الحقيقة خط التجربة الحزبية دي وشاهد فيها وخطها بقوة يعني ماشي الرئيس الجمهوري يدعم ويفسح يعني لكن اذا كانش الاحزاب نفسها الاحزاب نفسها تكون عندها المقدرة والمسئولية والوعي في ان هي تزوق الحقيقة هتبقى صعبة على اي رئيس جمهورية مع كامل احترام يعني انه هو اولا هي 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 مش مسؤولية وبشرة له ومش عمل يومي من اعمال لا ومش قاعدة ومش قاعدة استعلم انا دايما ايه كان مثلا محمد النور السادان على سبيل المثال فكان يقولك ايه انا اطالب الرئيس بان يجلس مع رؤساء الاحزاب المعارضة الان لمناقشة كذا 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 فكنت بستغرب يعني هو يعني يقولك ايه لازم احزاب المعارضة تروح في مسيرة توصل مش عارف قصر التحدية عشان تعرض مش عارف ايه حاجات كده غريبة يعني يعني نرجع للفاك سعد ما وقتلك ايه احنا عندنا اشكالية في ان احنا لما بنعتمد على فكرة الاب او هي كده هو هو معتمد على ان الاب هو هيصنع الايه البديل البديل بتاعه والحقيقة طبعا الاجابة زي ما سيادتك اكيد بتشير لا مش كده هو مش مسئوليته ان هو يصنع البديل هو مسئوليته ان هو يهيي المناخ ان الكل يعمل ولا يضع عراقيل ولا يضع عراقيل لو انت النهاردة سايب احمد ييجي مع دكتور محمد وبيتكلم بحرية شديدة اه وسايب فلان يكتب مقلة رأي طالما اه وبعدنا هقول سيادتك حاجة على ذلك طبعا سيادتك سؤال وانا عفنا اقولك بصراحة هل المناخ بتاعنا مناسب لده ولا في عراقيل اه شكل عين انظر انا بالنسبالي انا انا ما شفتش حد لما نعني اه من ما منعكش انت انت رئيس ائتلاف دعم الوصف مش هيمنعك سيادت اللائب قبل ما كون امين عامل ائتلاف اه لما كنت رئيس لجنة واخد بارحك وقبل والله ما خدش البرلمان يا دكتور محمد كنا بنروح ونتكلم ما شفتش هذه المظاهر وبالمناسبة وانا مش من يعني لو سيادتك متابع طبعا يعني انا مش من الناس اللي هي امين امين انا بقول رأي وبقوله وفي اللجان وبعدين حواراتي مع السلطة التنفيذية بتكون احيانا في الاخطاء بتكون حوارات برضو فيها احنا عندنا خلل في مفهوم المعارضة سيدنايب اه هو ده عندنا خلل في مفهوم المعارضة احنا نرى احنا نرى ان المعارضة هي طرح لازم يبقى صوته عالي وعدواني وعدواني جدا وبعدين الحياة ويقف عند المعارضة ولا يطرح البديل يعني يقف عند ده الموجود الوقت ده اللي انا شفته في السنوات اللي فاتت انا سألت احد السادة النواب القضامة للقيادات النيابية الكبيرة في مصر اه اه في فترة الرئيس المبارك وتولى وفترة برضو الاخوان وقعد نائب عشرين سنة وقيادة فبيكلمني بيقول لي معقولة مفيش استجواب قرت له طيب انا هقول لي سيادتك حاجة وحضرتك قدمت استجواب واثنين وثلاثة وعشر وكان في التوكتوك وانا تبعت وفي السقة الحديد وفي التعديات على اراضي الدولة وفي مخالفات المباني كل دي قدمت بيها استجوابات وهذه الاستجوابات يعني كانت ساخنة اه وانتهت على ايه ولا حاجة طيب بلاش هل صححت يعني ولا حاجة سياسيا يعني لا سحبت ثقة من وزير ولا سحبت ثقة من حكومة ولا اي حاجة هي توقفت عند الممارسة ونقطة طيب بلاش دي يا سيدي حققت على ارض الواقع اصلاح حقيقي هيكلي في القطاع اللي انت اصرته يعني السقة الحديد اخذناها منكو سليمة مثلا بس هو هل هذه الاداء ده مش معناه ان انا اه هل هذه الاداء البرلمانية ما عملتش ده زمان في عطال لا 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 خالص لا 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 خالص انا ارى انسي دلوقتي انا ارى عندي قناعة ان الاستجواب الذي لا ينتهي استجواب ده اداء رقابية اداء اتهام اه الاستجواب انا متهمك واخد بقى لحضرك فهنا الاتهام اما ان يحل الى النيابة العامة اي لو في مسئولية واحدة جنائية او ان يبقى فيه قصور سياسي كبير مرتبط بك انت يا وزير واخد بقى لحضرك فيجب ان انت تمشي ويجي حد غير اه سعب استقامين واخد بقى ف لو ما ما اداش لال ده ولا لده يبقى ايه لازمته ما نشتغلها طلب احاطة ولجنة تقص حقائق على الاقل هتنقلني نقلة تانية بتديني مساحة للنقاش ثم ممكن اعمل فيها جلسات استطلاع وموجها ثم انزل على الارض ممتدة يعني الادوات التانية ممتدة واطلع بيها بطرح هيكلي بغرض اصلاح مؤسسي بالكامل في القصة اللي انا ايه اشتغلت عليها واخد بقى لك طيب لكن انا النهاردة هو لما انت مشيت وزير التموين عشان القصة بتاعت منظومة الامر اه ده كان واضح خلل واضح الصوامع والتخزين والبتاعه ادى الى اصلاح الوزير ان والحكومة وقتها ان لا هنا المسئولية السياسية رغم ان الوزير ما كانش يعني مرتبط بيعب الصوامة هو وقد يكون وزير جيد يعني انت فاهم وقد يكون لكن ارتأت الحكومة ان سياسيا فهنا دي كلها شواهد انت لابد ان انت تبرزها ورئيس الجمهورية لا حط عرقيل ولا حط هو بيهيأ هذا المناخ والمناخ الى حد كبير جدا متوفر طيب هنا مسئوليته بقى في مسألة الاحزاب نرجع الاحزاب الموضوع الاعزاب لابد ان هي يكون لديها اولا الفلسفة ان هي لابد تكون شريك حقيقي في الشارع وليس في مقرات الاحزاب في الشارع وده محتاج الى تحرقات وإلى وعي وإلى ابداء المصلحة الكبيرة بالمسئولية ما يعودوش يتخنقوا مع بعض ويتنفسوا على المقاعد واحنا نشوف المشاهد دي عندنا في الاحزاب عندنا لازم نتكلم فيها بمنتهى الصراحة بيتخنقوا مع بعض وبالتالي دي محتاجة انا عارف ان هم بعضهم هيزعل مني اللي بيمارس هذه الممارسة محتاجة تغيير في لايحة بقى الحزب مجلس حكماء في الاحزاب الى اخره ده واحد اتنين لا يمكن للحزب ان هو يتحرك ميدنيا اللي اذا كان معه فلوس اه طبعا شارع يعني فلوس مؤتمر يعني فلوس لقاء خدمات فلوس طيب هنا بقى الفلوس انت ده فيه احنا عندنا احزاب بستعمل عشان تاخد فلوس ده حقيق اه والله ده حقيق انا مسكو وعشان كده احنا ما عندنا احزاب كتيرة جدا وانت ما تعرفش اسماءها ايه احنا عندناها تلوان باو 6 حزب اه فيه مشروع قانون اه هيتقدم من احد اه يعني رؤساء الاحزاب الحاليين ماشي في اتجاه ايه اه الحزب اللي مالووش نواب اولا اللي مالووش نواب هو الاول بيتكلم في حتة ان ارجع تاني لحتة التمويل والفلوس اه التمويل الفلوس طيب اه هيعمل ايه يا اما هيجيب واحد ملقته المالية كبيرة اه يصرف يتولى يصرف اه اوكي وبالتالي بيبقى حزبك تخاص طبعا لما هدفع هنا بقى ايه هل يمارس سياسة الحزب ده بقى الرئيسه هو اللي بيقبض الموظفين وهو اللي بيمول الانشطة يبقى الحزب ده هيمارس ديمقراطية جواه ده طبعا ولو بيمارسها بتبقى ديمقراطية شكلية بيني وبينك يعني السندوق نظيف لا هو في الحالة دي رئيس الحزب بيبقى رئيس جمهورية داخل الحزب دخل دخل يعني العلاقة ما بتبقاش الحقيقة زي ما احنا نتمنيها وبالتالي طيب لو حضرتك جيبت حد قيادة حزبية كبيرة ولها شعبية ولكن ما عندهوش الملأة المالية وما فيش فلوس الحزب هيبقى كبيره الشقة او المقر بتاعه اه بزرق يشرب شيء واهو مع بعض عشان كده المشروع اللي متقدم ده بيوجد افكار حوله ان الدولة لابده ان هي الدولة مش رئيس الجمهورية بقى الدولة لابده ان هي ترعى ترعى تمويليا الاحزاب لغاية ما تقف على حالها وهذه الرعاية تكون مبنية على حجم التنفيل النيابي سواء في مجلس النواب او مجلس الشيوخ او المجالس المحلية للحزب بس في الاخر ده برضه مش بيفقدهم جزء من استقلاليته لا لانه المفهوم اعرف ان الدولة طالما واخدها بتشريع اه واخدها بتشريع ومش الحكومة هي المحلية يعني هي مش هتبقى خضعة لسلطة المنح والمنع هو تشريعيا البرلمان بياخد فلوسه منين اه من الدولة من الدولة وزير المالية بيطلع من الدولة صحيح القضى موزناته منين عشان كده هي الحكومة نفسية بتاخد فلوسها من الدولة عشان كده المال كان الناس يقولك استقلال القضى في المادة اللي احنا هناك فارق هناك فارق ما بين الموازنات المستقلة وموازنة الرقم الواحد ما كنا نتحدث عنه هي فكرة الرقم الواحد انت عايز رقم واحد ليه اه انا في تقديري الشخصي حتى ها ان الرقم الواحد للبرلمان هيزعالوا مني بابا بس لانا ده قناعة شخصية ماشي ما احنا انا مش محتاج رقم واحد الرقم الواحد لمؤسسها واحد افاق قاعة مسلحة قاعة مسلحة لطبيعة عملها التي تتطلب سرية كبيرة جدا احفظ على امن القوم لكن انا كبرلمان اخد رقم واحد ليه قاعة اخد رقم واحد ليه المثال بسيط اه لكن عندي موازنة وموازنة مستقلة اه اوكي واخد بالعضرتك واخد على الاشراف احنا نسائل مشكلة بالزبط ما لاني والطالة ما فيش حد هيعمل حاجة اه يعني اه مخالفة ما عنديش في اختصاصاتي ما عنديش في اختصاصاتي الدستورية كمسئولية في الاداء في القسم اللي انا قديته كبرلمان اه او قضى حاجة تجعلني ان انا يبقى عندي مصروف سري لا يراه الا اهل المكان ما عنديش كتر اه يعني كلها مصروفات ادارية ويعني ما طيب المكسب الرئيسي لما انت النهاردة ان مصين راحوا وصوتوا اللي قال ايوة ايوة اللي قال لا انا سألتك عن مكاسب البرلمان وحاولنا ننخر شوية في الحاس سياسية احنا محتاجين فيها ايه بس انا هاخد منك رصد بقى مش بصفتك النيابية او السياسية يا مواطن مصري بتتحرك وبتشوف المكسب اللي خديته شخصية مصرية من التجربة دي ايه هو الحقيقة احنا كل استحقاق انتخابي اعتقد ان احنا منطلع منه بفايد بفايد كثيرة سواء من خلال الرصد الايجابي للتجربة النهائية احنا طلعنا خطوة لقدام صلحنا في يعني التعديلات الدسترية كان لها غرض لها علة وبالتالي ده المكسب اللي احنا اخدناه ايضا في مكسب تاني هو في رصد الملاحظات اه رصد الملاحظات ده لابد ان هو يبقى موجود عندنا عشان نجود من اداءنا بعد كده في ان احنا نتلافى اي مشاهد سلبية بالزبط اه اي صغرات وهي والتطور الديمقراطي لاي امة بيتبني بالطريقة دي فالحقيقة انا شايفها تجربة طيبة وان احنا ماشيين بشكل طيب جدا وزي ما سيادتك تفضلت وقلت احنا ما بعد التعديلات التعديلات علينا كلنا بالمناسبة يعني مش برلمان بس برلمان واعلام وحكومة في مسؤوليات كبيرة جدا وان شاء الله ان شاء الله الفترة القادمة لان في مؤشرات برضو يعني على العموم فيها تفاؤل احنا كده ماشيين بالتصاق لا يوجد يعني ايه خطوات سبق خطوات رحي انا بس عايز اخد احنا كوننا عرضنا الست راوية عوض من اسماعيلية طلعت قلت بوعي شديد جدا هي نزلة للانتخابات وقارفنا في مشكلة عندها انه بيتها بناي واحنا قلنا احنا نساعد ان هو يدبني واستجاب لنا اللي هو مندوح شعبان مدير جامعية الارمان سيادة اللي هو اهلا بك افند اهلا بك دايما وش خير في كل خير ومصر يعني اقول ارمان مع سيادتك لكل مصري ان شاء الله في كل مكان ان شاء الله فانديم هي ست راوية ست اصيلة وطيبة جدا وانا بكلمها بالصدفة والله فبقول لها يعني انت سكنة فين قالت ده انا سكنة في بيت بن نايف اسماعيلية بس انا مش عايزة حاجة قلت لها طب احنا يعني هنخاطب الناس كلمنا لخطبنا المحافظ وخطبت بالمناسبة الارمان وانا عارف انك دايما ما بتخيبليش او ما بتردليش طلب يعني فهي ست راوية محتاجة البيت اللي بن نايف دا يتبني يا فانديم على طول يا فانديم يعني حدايا كريت برضو يبقى طولي الاسم كل المعلومات والتليفون طبعا على طول يا فانديم واحنا عميلاها البحث على طول ان شاء الله احنا على المصري في كل مكان طبعا ايا كان نظر اي حاجة ان شاء الله بالعالمين طبعا بشكرك جدا ست لو ممدوح شعبان مدير جامعية الارمان ست لازم تشوف الكلام اللي هي قالته في وعياها التحية ليه كنتو كمان ان انتو بتتابعوا الكلام دا لا لا مهم مهم انت عارف انك يعني زي ما بتقول كده ادخالي السرور على واحد بس دي حاجة مهم اللي يمشي في بلدنا على رجله ويخش ويروح يشوف اهلنا عايشين ازاي في القرى يعرف ان احنا عندنا هم وحمل كبير جدا كبير جدا جدا غير الكلام اللي الناس واخدانا فيه دا يعني دا صحيح صحيح في حاجات اهم والاخت الحجة راوية احد واحدة من عشرات الملايين من ملايين اللي موجودين وطلع انا بقول لها رجل طلع هي بتكلم قدام اللجنة بوعي ومش عايز حاجة بتقول عشان حق الشهداء وان احنا امنين وان احنا ان اخدت هي غادة العلاج بتاع فيروس سي فممتنة يعني فيروس سي دا على ذكره يعني يعني الملف دا الوحده كده دا ما يدعوش الناس اللي متنعت عن النزول باي حجة او مبرر يعني ما يدعوش لو يقعد يتخيل كده الناس اللي كانت يعني بتعاني معاناة شديدة صحيح وتم انهاء هذا الملف ملف واحد بس يعني فطبعا بنحييك يا دكتور محمد وانا بشكرك جدا بشكرك والله جدا وانت يعني فيه نبؤات كتيرة جدا تحققت من الحديث السابق وبشكر حضرتك على المجود اللي اتعمل من اللحظة اللي اتقدمت فيها المقترحات والمناقشات الى هذه اللحظة اللي بنتكلم فيها ومزيد ان شاء الله من التوفيق والعمل اللي انا متأكد انه عشان البلد دي مش عشان حاجة تاني باذن الله كله خير باذن الله سيدك الناب احمد سجيني الامين العامل اتلاف دعم مصر هنطلع فاصل وهنرجع مكملين زي ما وعدت حضراتكم انه احنا النهاردة يعني كان معنا تلت ضيوف من العر السقيل كان دكتورة لمسجابر والناب احمد سجيني الان وبعد الفاصل هينضم لي الناب علاء عبد نائب رئيس حزب مستقبل وطن في برضو حوار عن تقليم هذه التجربة